استقبل وزير البترول وفروة المعدنية طارق الملة السفيرة الياباني الجديد بالقاهرة أوكا هيروشي تناول هذا اللقاء بحث تحديات تغير المناخ والتوجه العالمي للتحول نحو الطاقة النظيفة ومستويات الأسعار العالمية الحالية بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البترول والطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون في ظل اهتمام كبير من الشركات اليابانية للمشاركة في هذه المجالات في مصر خلال اللقاء أكد المل على التعاون المستمر والبناء لقطاع البترول مع الشركات اليابانية خاصة في مجال التكنولوجيات الحديثة لصناعة البترول والغاز في ظل الخبرات المتميزة التي تمتلكها الشركات اليابانية في هذا المجال